السلمين كانوا يعرفون مقام الزهراء يا جماعة كلهم يعرفون مقامه وكلهم كانوا عايشين على بركتها عائشة تقول كنا نسلك الخيط في سم الخياط في الليلة الظلمة على نور وجه فاطن وهذا النور شنو صارت آخرتها يقول استقبلتني بوجه أعشى نوره بصري فرفعت يدي ولطمتها على خدها هو يقول لما أحسست أن فاطم بين الباب والجدار اتكأت بظهري على الباب وضعت رجلي عندما أغلق الباب وصرت أعصرها بين الباب والجدار يقول فسمعتها أنت أنه أحسست أن السماء ستنطبق على الأرض طاحت الزهر على الأرض أسألك شنو صاحتها يلا وجه قلبك ما أريدك تبقى هنا أريد هنا جسمك وروحك وين بالمدينة بس لا تسألني وين بالمدينة ما أدري وين قبر الزهر وهذا الشاعر يوصي الزوار يالذي للبيت عاني وقاصد زيارة نبينا أبرقبتك هذه أمانة من تصل لأرض المدينة إن شد الوادمة بعبره وصيح قبر الزهر تشاوينا لكن أنت أروح هناك بروحك أسرح بخيالك توقف عند قبر النبي توقف بالبقي وإنما توقف تبقى حيران لما سقطت فاطمة على الأرض ما صاحت جنيني أفاقت من غشوتها ما صاحت ظلعي ما صاحت عيوني ما صاحت قرطي صاحت فضة وين أبو الحسن وين علي سيدتي أخاف أقول لك وين أبو الحسن وتموتين أنا بعمري ما شفت أمير المؤمنين بهالحالة شفت العمامة عذا علي العمامة في رقبته يقاد بنجائد سيفه راحت الزهر وراء أمير المؤمنين وخلوا بن عمي أو لأكشف بالدعاء راسي وما رجعت إلا وإيدها بإيد علي اسمعها اسمع قعدت الزهر وجلس أمير المؤمنين وإذا به يرى فاطمة قد أنزلت عصابة على عينها نور عيني فاطمة شنها العصابة أدارت بوجهها ما أجابت تدري علي كل آلام محا نور عيني فاطمة يا أم الحسن يا بنت رسول الله أخبريني عن شأن العصابة ما أجابت قام أمير المؤمنين بإيد الرأف وإيد الحنان كل محب وعطف يا علي رفع العصابة عن عين فاطمة وإذا بخمسة أصابع مطبوع على عينها أصرخ ونادي وفاطمة وسيدتها يلا عاد أريدك تونها هنا بدأت الزهراء تشكو لعلي تسولف العلي بعد شاف العين الحمراء قل لم أدري شفتني يا علي لو ما شفت حالي متحير أعد الأحجاب والعدو أقباء الله يداحي الباء ترضى يضربوني ما مخبول منك هاي الونها أطمع منك أكثرها بس ما لذت بالباب يا علي بس ما لذت بالباب يسترني بدل لإقناء توجه على الباب وعصرني وكسر الآن الله 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 يداحي الباء ترضى يضربون أولي وانت تشوف يا علي يدخل علي أداء عذرا يا سادة ما قلت ينظر زوجتي أولي أولاهي علي أخما الله 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 يداحي ترضى يضربوني بعد سامحني إذا هل بيت ألم قلبك أولي أمر على عبده بساطة يا علي يضرب امتو اش سوى ردوا رفع دو سطار يا حدر احيو الله يداحي الباء ترضى يضرب أنا أريد أودك الليلة إلى زينة بس اسمع مني هالكلمة حتى أودك إلى العقيلة ما أدري يا جماعة يا أهل المرخ الطيبين الله لا يفجعكم بعزيز انتو ديرتكم ديرة أخرى خصوصا الكبار آباءنا ما مر على ذاكرتكم هم أكو علوية سيدة بترسول الله صار القرار شيعوها بالليل صار لو ما صار لأي سبب أو لآخر والله حتى لو منتصف الليل يطلعوني شيعوها يقول لك هذه بترسول الله كرامة لرسول الله شلون ما نطلع نشيعها لكن يا جماعة أكو وحدة بترسول الله أخرجوها ليلا وما شيعها إلا ستة نفا هذه فاطمة فاطمة طلع أمير المؤمنين ويا كم واحد من أصحابه بس ما حتطلع طلع يشيعها لكن المصيبة وين المصيبة زينب واقفة على الباب تنظر جنازة وما طلعها من الدار الحسن والحسين طلعوا بعدين رجعهم أبو ذر بقد زينب وحيدة في الدار أغلقت الباب أول يلا البيت خال من أمه مرحومة الدمعة مرحومة العبرة والله ما تترككم الزهرة نظرت زينب إلى مصلى أمها فارغ نظرت إلى فراش أمها فارغ وين اجت وين اجت زينب اجت جلست في مصلى أمها أمسكت مقنعة أمها الزهرة صارت تشمها وتقبلها شد قيلها يلا عادها أريد دمعة وصوت يم ويني تلت للي لب ظلام أنا أخاطب الأولاد هاي الشباب إذا عندك أم باقية بصحة روح قبل رجلها الله لا يفجعكم بأمهاتكم اللي عنده أم توفية يترحم عليها ترى زينب في ليلة دفن الزهرة ظلت وحدة بالبيت بدون أمها يم وانيش تلتل اللي يلب ظلام يم وانيش اللي يلمى أقدار أنا أمه محتاجت لك يمه يم وانيش والدهار صوبني بسهامه يم وانيش صرنا من بعدك يتعمل تتحمل يم وانيش بخدش السطر على ما بينما هي باكية نشيجها تبتش زينب وإذا بيد عطوفة تمسح على رأسها تجلس زينب في حجر التفتت زينب وإذا هو أبو ما علي علي بني زينب إذا أنت فاقد أمك أنا أصير لك أبو أم أنا كل أهلك وكل حياتك بني أنا ما أدري الزينب عليها السلام إش سوت تلك الحالة لتفتت لأبوها لسان حالها تقل لأبويا ترى أنا لما أنت طلعت للمسجد والحسن والحسين طلعوا ما كانوا موجودين أنا ترى سمعت شلون أمي طاحت أنا شفت شلون انكسر ظلع أمي شلون ما أبشع لأمي الزهرة وظلعها مكسور ضمها أمير المؤمنين إلى الصدر بني بني هذا ظلع واحد وهذا حالك إذا انشي صير بحالك يا زينب إذا سمعتي تكسير أضلاع جدك الحسين أخيك الحسين من تحت حوافر الخير تدري أمت زينب شافت تكسير أضلاع أخوها الحسين خلصت بعدها أخذ حاشتك من كلمة الدعاء تدري أمت من وقفة زينب على ذلك الجسد السليب المذبوح صاحت أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد جاوبوها لو ما جاوبوها جاوضها ابن سعدها أبيات الدعاء ضلت تنادي زين ودموعها همال شال الجنى يزكلها وحسين محط شال مأجور مأجور أبيات الدعاء شاركني أنا خلصت قراءة الآن القراءة عليك لما نسمعها بن سعد صاحب عجل أبوها قلب يا عظم يا عظم ذيك الساعة داست على كنز العلم وتكسرت أضلى ضلت ضلت تنادي زينب والصوت منها عالي يا عبو علي سامحني حرما بل يا و والأرض المدينة توجهت تحشو يا أم هالزهراء يوم ما دي شوف الغالي الخيل داست صدر خويا أبو علي خويا حسين كل ميت كل ميت إذا من مات ياهي تصير زلزالة ناس تفصل أجفانة وناس تجيب شيالة بس تجهيز خويا حسين داس الشمو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر